أكثر 15 شيئاً قيماً حول العالم يهتم العديد من الناس بشراء أشياء كثيرة وقيمة كأدوات الموسيقى القديمة أو كالكروت والصور وما شابه حيث يشعرون بسعادة غامرة حينما يرون أن ممتلكاتهم تزداد يوماً عن التالي مما يعني أنه من بين كل تلك الأشياء توجد أشياء قيمة ونادرة للغاية مثل الأحجار الكريمة وقصص الكوميكس لذا استعد اليوم لمشاهدة هذا الفيديو الذي سنعرض فيه عليكم العديد من الأشياء النادرة التي لا يوجد لها مثيل دعونا نبدأ الفيديو هانوس ويغنر لديه بطاقة وهو يلعب كرة البيسبول تعتبر من أكثر الأشياء نذرة حول العالم سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى بطاقة لاعب كرة بيسبول حتى وصل سعرها إلى ثلاثة ملايين ومئة واثني عشر ألف دولار هذا يعتبر الرقم القياسي الذي حطم النسخة الأخرى لنفس البطاقة في عام 2007 والذي وصل سعرها إلى مليونين وخمسة وسبعين ألف دولار مما يجعلها البطاقة الأكثر نذرة حول العالم الكتاب المقدس يقول العديد أن عملية طباعة الكتاب المقدس تعتبر من أكثر الأحداث الهامة في العالم قبل الطباعة كانت تكتب الكتب بخط اليد مما يعني أن هذه العملية كانت مجهدة للغاية هذه الكتب كانت فاخرة وتهدى للأثرياء وأصحاب السلطة لهذا أول كتاب تم طباعته في العالم هو الكتاب المقدس يوجد منه ثمانية وعشرون نسخة حول العالم واحد وعشرون منهم فقط هي النسخ المكتملة بالكامل توجد نسخة منه في الكونغرس والباقي في المعاهد القديرة حول العالم حيث يصل سعر النسخة خمسة وعشرين ألف دولار أما النسخة الأولى الأصلية يصل سعرها إلى خمسة وثلاثين مليون دولار العملة النادرة في البداية تشعر أنها لا تساوي شيئا لكن في الحقيقة إنها تساوي الملايين مما يجعلها العملة الذهبية الأكثر غلاء في العالم تم إنتاجها في عام 1933 وهي تعتبر من أكثر العملات غلاء والتي لا يقدر أحد على شرائها يوجد عليها نسر من ناحية وتمثال حرية من ناحية أخرى تم بيع واحدة فقط من هذه العملة ووصلت لسعر لا يصدق حيث كان سعرها يعادل سبعة ملايين وتسعمائة ألف دولار إمضاء شيكسبير يعتبر شيكسبير من الشخصيات التاريخية ذات الإنتاج الغزير مما جعل العديد يظنون أنه كان فريقا كبيرا يكتبون أعمالا أدبية ويستعيرون اسمه لقد كان شاعرا إنجليزيا ومؤلف مسرحيات وممثل المقاومة كما أنه كان من أهم الأشخاص الذين يمثلون المسرحيات للعائلة الملكية في فترته نالت كتاباته حب العديد من الناس حول العالم كله توفي منذ أكثر من أربعمائة سنة لكن التاريخ لا يزال يخلد اسمه وأعماله وذكراه حتى اليوم حتى أننا نرى أن العديد من أعماله تتم دراستها في المدارس وبعض الجامعات بالرغم من أن الكتب الخاصة به نادرة إلا أن الأمر الأكثر ندرة هو توقيعه الخاص به حيث توجد ستة توقيعات مختلفة في ستة كتب من تأليفه الشخصي وسعر الواحد منها يصل إلى ثلاثة ملايين دولار بينايت يعتبر من الأحجار الكريمة النادرة حول العالم تم اكتشافه أول مرة عام 1950 في ميانمار من قبل عالم حفريات ومناجم يدعى آرثر سيدي باين سبب ندرة هذا الحجر هو أنه يحتوي على مواد كيميائية نادرة لا يوجد لها مثيل يصل سعر القيراط الواحد منه إلى ستين ألف دولار وهو يعتبر من الأحجار الرئيسية والمشهورة في ميانمار وبالرغم من وجود أحجار كثيرة أخرى جميلة وذات قيمة باهظة إلا أن بينايت يعرف بأنه من الأحجار النادرة بشدة حول العالم يعتبر الرجل العنكبوت من أكثر الأبطال المحبوبين لدى كل العالم حيث يوجد منه ألعاب وأفلام وقصص مصورة كثيرة حيث أننا رأينا له العديد من الأفلام والصور الرائعة ألف هذه الشخصية المؤلف الرائع ستانلي والذي نجح في نيل شهرة واسعة بسبب الرجل العنكبوت ومن أكثر القصص المصورة النادرة لرجل العنكبوت هي الرجل العنكبوت المذهل رقم خمسة عشر تم بيعها في الثامن عشر من فبراير عام الفين وستة عشر بسعر أربعمائة وأربعة وخمسين ألف دولار ومئة دولار مما جعلها أغلى قصة مصورة تم بيعها على مر التاريخ حقا هناك أشخاص كثيرون ينفقون أموال طائلة على مثل هذه الأشياء من أجل الحصول على أشياء ذات قيمة فقط دون الأخذ في الاعتبار الكم الكبير من المال الذي ينفقونه طابع تريس كيلينغ الأصفر هو عبارة عن طابع سويدي الجنسية ولال سعرا باهضا للغاية لكونه أغلى طابع تم بيعه في العالم كل الطوابع التي كانت تطبع في السويد كانت ذات لون أخضر إلا هذا الطابع مما جعله نادرا للغاية يقال إن هذا حدث نتيجة خطأ في الطباعة الذي جعله يصبح من الأشياء القيمة في أيامنا تلك تم اكتشافه على يد طالب في المدرسة يدعى جورج ويلهم في عام 1886 حينما كان يذهب لزيارة جدته وتم بيعها مقابل مليون وسبعمائة ألف دولار في عام 1990 تخطط المليون دولار وفي عام 1996 تم بيعها مرة أخرى بسعر مليونين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف دولار مما جعله أغلى طابع بريدي في العالم كله جينز ليفي تعرف تلك الماركة بالجينز الأزرق وبدأت في عام 1850 وبدأت فكرته حينما كان يعمل هذا الرجل في المنجم واستخدم تلك القماشة لتتحمل العمل معه في هذه الظروف الصعبة لم يكن يعلم أن هذا الاختراع سيجعله ينل ثروة لا مثيل لها حول العالم تم بيع بن طال مصنوع من أكثر من 150 عاما في عام 2005 مقابل 60 ألف دولار بالرغم من أنه لا يوجد بن طال بهذا السعر إلا أن هذا يعد فريدا من نوعه ولا يوجد له مثيل مما جعله البن طال الأكثر ندرة حول العالم الألبوم الخيالي في الثامن من ديسمبر عام 1980 حدثت أكثر حادثة مفزعة في تاريخ الموسيقى كان هذا الرجل الذي يدعى شامبون رجل مختل عقليا ويعيش في مدينة نيويورك كان يعشق الموسيقى بشدة ويعشق هذا المغني حتى رأاه وطلب منه أن يكتب له إمضاء على هذا الألبوم ولكنه رفض مما جعل شامبون يشطاط غضبا ويطلق عليه الرصاص تم حبسه بسبب أن بصماته كانت توجد على الألبوم مما اعتبره المحققون دليلا على إدانته تم بيع الألبوم بعد ذلك بسعر 460 ألف دولار بسبب هذه الحادثة التاريخية تم حبسه بالفعل في السجن على ارتكاب تلك الجريمة كعقاب له هذه الأحصنة تعيش في البرتغال وتتمتع بصفات وخصال لا مثيل لها في العالم فيتعتبر فصيلة نادرة ولا يوجد منها سوى القليل جدا حول العالم اليوم توجد تلك الفصيلة في البرتغال وألمانيا فقط استعان بهم الإسبان بسبب قوتهم وأصالتهم وتحملهم الشديد للصعاب يقال إنها كانت تعيش في القارة كلها لكن بعض الحيوانات الأخرى ساهمت في انقراض هذه السلالة النادرة هي عبارة عن جوهرة زرقاء وزنها 14 قيراط وكان يصل سعرها إلى 16 مليون دولار ووصلت تكلفة هذا العقد إلى 20 مليون دولار بسبب هذه الجوهرة النادرة التي لا يوجد لها مثيل حول العالم مصنوعة من 18 قيراط من الذهب الأبيض وهي واحدة من الجواهر النادرة في العالم تم بيعها في النهاية بسعر بهض الثمن لرجل غير معروف بالمرة تلك الزجاجة مصنوعة منذ عام 1787 من قبل عائلة تعيش في فرنسا في عام 1985 قام هذا الرجل بدفع أكثر من 160 ألف دولار لشراء هذه الزجاجة مما يجعلها أغلى زجاجة على الإطلاق في تاريخ البشرية والسبب في أنها من قديم الأزل وتنتمي لعائلة من الأثرياء في فرنسا هي عبارة عن زهرية كانت تنتمي لعائلة صينية منذ القرن الخامس عشر ووصل سعرها إلى 22 مليون و600 ألف دولار وتم شراؤها من قبل مشتر مجهول وحينما باعوها وحصلوا على هذا المال الكافي عاشوا بسعادة بقية حياتهم يطلق هذا الاسم على عش العصفور وهناك سببان لهذا الشيء بسبب تكلفته الباهظة وطعمه الشهي حيث يقوم نوع معين من الطيور ببناء هذا العش وبسبب صعوبة حصاده نجد أن سعره باهظا يظن الصينيون أن تناول هذا العش يحسن من حالة الرئتين والمعدة والكلية وهو يعتبر فاتحا للشهية ويقلل من الأمراض لسهولة هضمه سعر العش في الصين يصل إلى 30 دولار أما العشش البرية النادرة تصل تكلفتها إلى 10 ألف دولار لكل جرام ما هو أكثر شيء لدهشتك في الفيديو؟ لا تنسى أن تخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر